بيبدأ في المنموعة عربية بتغبط في الراسيف وبينزل منها راجل سايح في دمه وجسمه مليام بالإصابات وبيقعد الشخص ده اللي هو اسمه جون يتفرج على فيديو اللي معاعد تليفون لمراته لحد ما يغمع علم من كتر التعب وعلشان نعرف اللي حصله محتاجي نرجع بقى بالزمن في لاشباك لورا وبنعرف ان جون عايش لوحده وبعد ما امراته حبيبته وماتت بالسرطان وبيبان على جون ان هو مش قادر يتخطموتها بعد ما ساب كل حاجة في حياته وقرر ان هو يكمل معها هي وفي الجنازة بتاعتها بييجي صاحبه اللي هو ماركوس وبيعزيه على موت مراته وبيدعمه بشكل كامل ولما بيروح جون بيتفاجئ بطرد جيله عبارة عن كلب صغير هدية وبيكون معار سالة من مراته وبتقوله ان الوقت اللي هيوصل في الكلب ده هتكون هي فرقة الحياة ومع انها سيبالو العربية بتاعتها اللي بيحبها الا انها شافت ان كلبها هيكون بداية جديدة للجون علشان يقدر يكمل حياته بعدها خصوصا انها كانت عارفة ان جون بيحبها بجنون وحياته هتوقف من غيرها وده بيعايز فعليا وهو بيقرأ الجواب لما يفتكرها وبيقرر ان هو يخلي باله من الكلب ده ويعتيني بيه على قد ما يقدر ويبدأ حياته من تاني معاه وفي اليوم التاني بيصحى جون يفطر ويأكل الكلب وبعدها بياخده هو عربية مراته وبيروح يحط بنزين وقتها بيكون فيه شاب والحراس بتوع موجودين في نفس البنزينة وبيكون الشاب ده معجب بعربية جون جامد وان شغلها خطير كده على الاخر وبيعرض عليه ان هو يشتريها منه بس جون بيأكد له انها مش للبيع ساعتها ده بيتكلم بالروسي وبيشتم جون ده على اساس ان هو مش فاهم روسي يعني وكده فيفجأ جون بالرد الروسي وبيقول له ان العربية دي بالذات مش للبيع طبعا الحركة دي بتعصب الشاب جامد ان جون والتريقة عليه يعني ومشى وده بيقوم منطلق بسرعة كبيرة وقبل ما يدبها بيقوم واقف كان هيكسرها وبالليل بيصحى من النوم على صوت الكلب ولما ينزل لتحت بيلاقي ان الشاب اللي طلع اسم يوسف ورجالته بيدربوه بمنتهى القوة وبيوعجون على الارض وهو مش فاهم اللي بيحصل ولما بيفضل الكلب يصرخ بيقرر يوسف ان هو يقتله وبيخضو بقى مفاتيح العربية ويسيب جون سيحفي دمه ويمشو ولما بيفوق ويلاقي ان الكلب قدامه ميد يزعل عليه جامد كان اخر حاجة من مراته سبتها له وبيقرر بقى ان هو يدفن الكلب ويروح ينتقم من الشاب اللي عمل ده معاه وفي الوقت ده يوسف بيروح لورشة سيارات تخص واحد اسمه اوريليو واللي بيتصدم اول ما يشوف العربية وبيسأله انتجتها منين وبعد ما يخلص كلام معاه بيوصل جون لانه صديق قديم ليه وبيسأله عن العربية فبيحكي له اوريليو على اللي حصل وان يوسف جاله بالعربية لكنه رفض ياخدها منه واتاهت دود يوسف ان هو هيقول له ابوه فيجو رجل الاعمال بقى الكبير اللي بيشتغل اوريليو تحت ايده واول ما بيعرف اوريليو ان يوسف قتل كلب جون ويك وسرق كمان عربيته بيدله بوكس في وشه جامد وبيعرف الحراس ان هو هيكلم فيجو ويقول له على الموضوع وساعتها هيعرفه هو ليه ضرب يوسف بالشكل ده قدامهم وحاليا اوريليو عرف جون ان يوسف ده بيكون ابن فيجو وهو اللي عمل معه كده وبيديله بقى عربية علشان يتحرك بيها زي ما هو عاوز وبعد ما بيمشي جون بيتصل فيجو على اوريليو علشان يسأله انت ليه ضربت ابني بالشكل ده بس اول ما فيجو بيسمع ويعرف ان ابنه سرق عربية مرات جون ويك وكمان اتل كلبه بيقفل السكة على طول وبيبني ان هو ترعب وحس بالخطر الشديد ومع ان ده كان بيعمل صفقة كبيرة ونجح فيها الا ان هو بيكون خايف ومتوتر جامد بعد اللي هو سمعه من اوريليو وبيطلب من ابن يوسف ان هو بيجيله على طول اللي عنده في المكتب بس لما وصل لعنده فاجئه بضربة جامدة بيخليه يجيب كل اللي في بطنه فبيقوله يوسف ان هو قاتل كلب يعني وسرق عربية يعني ايه مش حاجة كبيرة هنا بيعرفوا ان الشخص اللي عمل معه كده هو جون ويك العنيد وبيبدأ بقى يعرفوا مين هو جون ويك بالضبط وبيقوله ان هو البعبع بالنسبة لهم حرفيا لبيعلي على نفسه كمان وبيقوله انهم كانوا بيبعثوا جون ويك يقتل البعب وعزت نفسه وبيأكد له ان جون راجل عبارة عن مبادئ والتزام صارم من حديد ودي حاجة يوسف ما يعرفش عنها اي حاجة وبيحكي له ان هو شاف جون فمرة في حانة بيقتل ثلاث اشخاص باستخدام الالم وفي يوم قرر القاتل المخادرم جون ان هو بيبعد عن حياة الجريمة والمهمات دي للابد علشان بس يتجوز البنت اللي حبها فقرر وقتها فيجو ان هو يدي له مهمة مستحيلة لقاتل عدد كبير من الاشخاص المهمين في العالم والمستحيل بيحصل وبينجح جون في المهمة وبيحط حجر الاساس لكل اللي فيجو فيه من سلطة ونفوس في الوقت ده يعني بدون جون ويك مكانش هيقدر فيجو ان هو يكون موجود في المكان ده وبيقوله ان بعد فترة مرات جون تعبت بالسرطان وماتت وبعد موت مراته بكم يوم وهو حزين على اخره بيجي واحد ويقتل كلبه اللي مراته وجابته له هداية وبيسرق كمان عربيته ولما بيقوله يوسف ان هو هيقدر يتعامل مع الموضوع ويخلص عليه بيتاريق عليها ابوه وبيقوله ان جون ده هيدور عليه علشان يقتله مش هيهدى غير لما يعمل كده وفعليا جون في الوقت ده كان عمال بيكسر في ارضية البيت علشان يطلع الاسلحة المدفونة الخاصة بتاعته اللي كان دفنها من زمان على ايام مكان قاتل مخاضرم وبيستعد من تاني وهنا فيجو بيطلع الدفتر الاديم عشان ياخد منه الرقم السري بتاع جون ويكو بيتصل به ورغم ان جون بيرفع السماعة الا ان هو مش بينطق بحرف نهائي وبيسمع اللي فيجو بيقوله بس وده بيعزيف امراته وبيقوله انهم لازم يحلوا الموضوع بشكل ودي لان ابنه هو المخطئ في الموضوع ده بس جون كان رده انه هو قفل السكة في وشه ودي كانت بقى كفية قوي بالنسبة لفيجو علشان يفهم ان جون ناوي على الشر وهيقتل ابنه لا محالة وقتها بيطلب من المساعد بتاعه انه هو يجمع كل الرجال اللي يقدر عليهم من كل مكان علشان يحموا ابنه خصوصا بقى ان جون في الوقت ده بيلبس البدلة السودة بتاعته الخالصة ووق الرصاص وبيفعل مود القتل وهنا فيجو بقى على امل بسيط بيقنبعة 12 من رجالته قاتل مأجورين لعندي بيت جون علشان يخلصوا عليه قبل ما هو يهجم عليهم بس جون بيبدأ قتل وتدمير في كل واحد بيظهر قدامه في البيت بمنتهى القوة والشراسة جون قاتل بدم بارد محدش بيقدر ان هو يقف قدامه ولا حتى يلمسه اتناشر راجل بيعجمه على جون من كل حتة لكن هو الخبير بيخلص عليهم بالمسدس بتاعه في لحظات واخر واحد بيحاول يضرب جون لكن هو بيمسك السكينة وبيفضل يغرزها في قلب الحد ما ينه حياته وقتها بيلاقي الجرس بيرنه وبيبقى الشورتي اللي في المنطقة وبيسأل جون هو انت رجعت للشغل من تاني ولا ايه بس جون بيعرف ان هو بيتعامل بس مع مشكلة شخصية مش اكتر وده بيقوم الشورتي سايبه وماشي في سلام وطبعا الشورتي مايقدرش يعمله اي حاجة وفاهم جون ده معناه ايه بالزبط وهنا بيتصل على شخص تاني اسمه شارلي وبيطلب منه حجز لاثنشر فرد وبيوصل بقى شارلي ده واللي بنعرف ان هو شغال منظف للجسس بيجيب رجالة معاه علشان يرواؤوا البيت من الدم ويتخلصوا من كل الجسس دي باحترافية خالص وجون بيتعامل معاهم او كل القاتل يعني السريين في العالم بيتعاملوا معاهم بعملات دهبية معينة اللي هي دي وعلى طول الرجالة بتلم الجسس وبتمسح الدم وكأن ما فيش اي حاجة والدنيا بقت زي الفل اما فيكو بقى لما بيجيلوا خبر اللي حصل ده بيطلب من المساعد بتاعه ان هو يحط مبلغ كبير جامد على رأس جون لاي حد يقتله وبعدها بيفكر وبيطلب من المساعد ان هو يحط ابنه في مالها خاص علشان يحميه بكل الحراس المتحين هناك ويستن جون يجيلهم ده كمان بيروح للقناص المحترف ماركوس لان هو كان صاحب جون زمان وبيعرض عليه فلوس كتير جامد علشان ان هو يقتله وبيقبل ماركوس العرض رغم ان هو فاهم ان العرض ده مفتوح واي حد هيقتل جون هياخد الفلوس وتان يوم ده بقى بيقارن ان هو يروح للفندق واللي تبع المنظمة اللي كان شغال فيها زمان او كل القتل يعني شغالين فيها في العالم السري وللمفروض ممنوع القيام باي عمل اجرامي قدل يعني داخل المكان بتاع الفندق ده والكل المتفق على كده زي ما تقوله في نظام خاص بيهم وشهر ان اللي هو شغال في الفندق بيرحب بجون ويك بعد غياب فترة طويلة وبيأكد له ان ملك الفندق لسه زي ما هو وينستون صديق جون القديم وبيطلع جون غرفته وبيفضل يتفرج على فيديو مراته معاه قبل ما تموت علشان يحفزه وفي الليل بقى بينزل جون الملحة الخاص بالفندق علشان يقابل وينستون اللي بيتفاجئ برجوعه من تاني ولما بيعرف منه موضوع يوسف وانه هو عاوز يتكلم معاه بيفهم وينستون ان جون عايز يقتله وبيأكد له ان الموضوع صعب علشان هو ابن فيجو رجل الاعمال الخطير بس جون بيقول له ان الموضوع شخصي وبيسيبه ويقعد على البار وفي الوقت ده بيطلب فيجو من بنت في الفندق انها تدمر قواعد الفندق وتقتل جون مقابل ضعف المبلغ اما جون فبيبقى قاعد كده على البار وبيلاقي عنوان الملحة اللي موجود فيه يوسف يعني ما بيعطله من وينستون علشان يأكد له انه بيدعمه في اي حاجة زي ما كان بيعمل زمان وده على طول بيستعد بالبدل الخاص به وبالاسلحة الممتازة علشان يأجي مع الملحة ده ويخلص على حياته ومع وصول جون للملحة هناك بيزعق قاعد الحراس مع يوسف اللي مش شغل دماغه بحاجة هو عامل ان هو مش خايف من جون وده بس لانه ما يعرفش مين هو جونويك وبيقتحم جون المكان وبيكون عارف الشخص اللي قدام الباب الحارس يعني وبيقول له انت النهاردة اجازة روح يلا علشان هو عارفه برضه وبيدخل لجوه الحمام لواحد من صحاب يوسف وبيقتله على طول والتاني بيرفض ان هو يقول موقع صاحب يوسف ده وبالتحديد فبيضرب جون بمنتهى القصوى وبيسأله مرة تانية فبيعرفه وقتها ان هو موجود في حمام السباحة فبيتعصب جون جامد وبيقوله ان هو سرع عربيته وقتل كلبه وبيفضل حتى تتوشه في المياه لحد ما بيموت بشكل بشع جامد وبعدها بيطلع بقى جون يبص على المكان لحد ما ينجح ان هو يحدد مكانه بالفعل وبيبدأ على طول في تأتيل كل الحراس اللي بيجو قدامه بمنتهى الهدوء عن طريق سكينة هنا بقى قائد الحراس بيشوفه في الكاميرات وبينبه كل اللي معاه وبيتصدم يوسف لما يشوف جون قدامه وعمال بيقتل كل الناس حواليه واحد وراء الثاني وبيطلع يجري على طول بس جون بيقارن ان هو يطلع يجري وراه وبيضرب النار على كل الازاز ويكسروا على يوسف المرعوب من فكرة ان راجل واحد بس هو اللي عمل فيهم كل ده وقتها بينزل تحت وسط الملها وبيطلب من الحراس يهجمه على جون بس ده بيفضل يقتل في الحراس واحد وراء الثاني ومحدش قادر عليه نهائي دلوقتي بس فهمنا ليه فيجو قال ان جون ويك بيكون هو البعبة حرفيا الراجل عمل يقتل في الناس بمنتهى القوة والمهارة ومحدش حتى قادر انه يلمسه في العدد الكبير جدا ده وبيطلع بعدها من المكان ومعه تليفون صاحب يوسف علشان لما يوسف يرن على صاحبه يعرفه جون ان هو قتله والدور جاي عليه فبيهرب على طول من المكان مجرد ما بيتصب طلقه بطنه بيرجع للفندق ويجي الدكتور الخاص علشان يعالجه وده بيعرفه ان هو مش ينفع يقاتل قريب علشان الجرح بينزف جامد ولو قاتل هيتفتح من تاني بس بيقوله برضو لو انت مستعجل تقدر تاخد حبوب مسكنة علشان تكمل اللي بتعمله لكن هتنزف كتير وممكن تموت واسناء ما كان جون نايم بيبقى ماركوس منشن عليه بالقناصة واول ما بيشوف بنت دخلتها الجون بيدرب طلقة جنبه علشان ينبهه وبالفعل بيقوم جون وبيهجم على البنت لكن بيبان ان هو مش عاوز يأذيها لانه مش بيدرب ستات بس لما بتستغل البنت الموضوع ده بيقرر ان هو يعقبها وبيوجه لها مجموعة لكمات جنبه وبيرميها برا الغرفة خالص وبيكسر بها الإزاز فيتصل عليه شرن علشان يسأله وإيه ساب الفوضى اللي طلع من عندك دي فرد عليه فهم ان هو كان بيتعامل مع ضيف غير مرغوب فيه مش أكتر وبيجبر البنت انها تقوله على مكان كنيسة بيستخدمها فيجو في تخزين الأموال بتاعته وغسلها فبيضربها جون بشكل جامد علشان تفقد الوعي بعدها وبيعرض على واحد موجود في نفس الطابق بتاعه ان هو ياخد فلوس مقابل انه يرقب البنت دي ويبقى يطلق صراحة تاني يوم عادي وبيقوم رايح حول الكنيسة وبيضرب النارة على رجل القص اللي هناك وبيبدأ يقتل في الحراس اللي موجودين بالسلاح ومنتهى السهولة كده عام ما ليقتل فيهم عادي وبعدها بيجر القص ان هو يفتح المكان اللي بيعام فيه الفلوس بتاعته والمستندات المهمة اللي مساكها على ناس كتير في البلد بيكسر عنهم يعني وبيقارن ان هو يحرق كل ده علشان يستفز فيجو ويعرف انه مش بيهزر معاه وهيقزيب كل الطرق الممكنة هو وابنه وفعليا بيوصل الخبر دي وبيقتل القص من كتر غضبه بسبب اللي حصل في نفس الوقت البنت بتفوق وبتنجح انها تقتل الراجل اللي كان عندها ده اللي كان بيحرصها يعني بسهولة وبتمشي واسناء ما كان فيجو ماشي مع رجالته بيتصدم ان جون موجود وبيفضل يضرب عليهم النار من كل مكان وجون دقيق جامد وبيقدر ان هو يتخلص من اغلب رجالة فيجو بخزنة واحدة من البندقية وبيلكب الخزنة التانية بعدها وبيفضل يضرب فيهم بمنتهى القوة بس فيجو بيركب عربيته وبيخبط جون جامد علشان يوقعوا على الارض مغمى عليه ولما بيفوق جون بيلاقي نفسه مربوط في كرسي في مكان خاص بفيجو وفيجو عمال بيهنيه على قواته الجامدة من نوعها بس بيقول له دي خلاص اخرها النهاردة هنا جون العنيت بيطلب منه يسلمه ابنه ومش هيعمله اي حاجة وهيسيبه في حاله حتى وجون مربوط لسه فاهم انه يقدر يتخلص من كل اللي حواليه في لحظات وبيعرفه جون ان بعده موت مراته خسر كل حاجة لحد ما جاء الكلب ده لحد بيته كهدية اخيرة من مراته حبيبته وحس وقتها بالامل من تاني عشان يقدر يكمل حياته زي ما كانت لحد ما جاء ابن المدلل واخد الامل من البعب وعجنويك وبيعلن وقتها انه هو خلاص راجع للشغل من تاني وهيخلص على كل اللي واقفين قدامه حتى لو كان فيه جون وقتها ده بيخاف وبيسيب جون مع اثنين من الرجالة علشان يخنقوه لحد الموت ويطلع هو البرة بس ماركوس القناص بيبقى موجود على السطح وبيقتل واحد من الاثنين بسرعة وقتها جون بيستغل الموقف وبييجي مع التاني وبيقضي عليه بمنتهى المهارة وبيطلع يلاقي فيجو خضل عربية وهرب وبيتحرك من مكان معين وبينجح انه هو يوقف عربية فيجو ويقتل كل اللي معاه وبيهادد فيجو بقى بشكل صريح انه هو هيقتله لو ما قالش على مكان ابنه فبيعرض عليه انه هو هيقوله على المكان بس ما يقتلوش فبيوافق جون لكن كمان فيجو يلغي العقد بتاع القتلى على رأس جون يشيل يعني الجازة اللي عملها على رأسه وده بيعرفوا مكان ابنه بعدها ويقوله ان الناس اللي هناك عارفين انه هو هيجيلهم وكلهم مستعدين بس جون مش بيكون فارق مع الموضوع علشان عارف هو بيعمل ايه وفعليا بيكون في عدد كبير من الرجالة بيحرص يوسف ومع ذلك بيتصدم بطلقة بتيجي كده في دماغ واحد من الرجالة دول وبتغضي عليه على طول وقتها بيعرف ان البعض حضر علشان ياخد روحه وبيبدأ جوم تفجير وتدمير المكان كله بالعربيات اللي فيه فبيطلع يوسف يجري على طول لكن جون بعد ما خلص على الرجالة كلهم وصل ليوسف وضربوا طلقة في بطنه علشان يعود على الارض وقبل ما ينطأ يوسف بحرف بيديله جون طلقة في نص دماغه علشان يحقق انتقامه من اللي هو عمل الشاب المتهورده بيرجع بعدها الفندق علشان يعلن مغادرته المكان وبيلاقي وينستون سيبله عربية جديدة هدية ليه علشان يعوضوا على الهجوم اللي حصل له من البنت في الفندق فبيروح جون بعدها يقابل ماركوس علشان يشكره عن مساعدة اللي قدمه له مرتين وبيطلب منه ماركوس مايرجعش للحياة دي من تاني ويحاول يكمل طريقه بدون قتله وإكرام وبالليل بيتفاجئ ماركوس برجالة فيجو بيمسكوه علشان فيجو شاف ان هو خانه لما قرر يحمي جون وبيفضل يعزب فيه ويضربه بشكل جامد وبيتصل بعدها على جون وبيقوله ان ماركوس خانه لانه كان المفروض يقتل جون لما جات للفرصة وده ما حصلش لا ده كمان ساعد جون بطريقة او باخرى علشان يقتل ابنه وقتها جون بيلف العربية جامد بسرعة وبيرجع من تاني علشان يلحق ماركوس بس ماركوس المجنون بيقاوم وبيقتل واحد من رجالة فيجو علشان البنت اللي حاول اقتل جون قبل كده تديله كزا طلقة وبتجيبوا الارض على طول فبيقرب منه فيجو بيكمل عليها علشان يخلص عليه نهائي ولما وصل جون بيلاقي ان هو ميت على الارض ومتدايق جدا من اللي حصله هنا البنت بيتلاقي وينستون بجمع رجالته وبيعرفها انها اخترقت قوانين الفندق وده معناه الموت المحتم والحراس بيدربوها طلقة واحدة كلهم علشان طوع ميت على طول وبيتصل وينستون على جون وبيديله معلومة عن فيجو اللي بيجهز طيارة خاصة في مكان وعاوز يهرب من البلد خوفا منه بس الجون بياخد العربية وبيطلع على طول وراه وبيبنى على فيجو ان هو خلاص عرف ان ديه هتكون نهايته خصوصا بعد ما بيتخلص جون من عربية تبع الفيجو بمنتهى السهولة خالص كده وبينجح ان هو يقتل كل الحراس بقى الموجودين مع فيجو وبيقارر بقى ان هو فيجو يسؤل عربية بنفسه ويهجم على عربية جون على امل ان هو يقدر يقتله بس جون بينجح في الخروج وبيقارر ان هو بقى فيجو يدخل في اقتلب الاياد معاه وبالرغم ان يفيجو مخضرم وعنده خلفية قتالية جامدة الا ان هو مش بيكون ند لجون ويك القاتل للحزين جون بقى بيفضل يضربه بمنتهى القوة الحد ما يتعنه بالسكينة وبيقع فيجو على الارض معلن نهايته على ايد البعبع جون ويك وبعدها بنجي المشهد البداية من تاني وبيفوق جون بعد ما كان مغمى عليه من كتر التعب وبيدخل لمكان معاين ياخد منه كلب جديد عشان يكون له رفيق من تاني في الرحلة الجديدة بعد ما راجع لعالم الاجرام والقاتل ولو عاوز بقى تكمل القصة بتاعة جون ويك معنا ياريت تعرفني في الكومنتات اشترك في القناة وشغل زر الجرس وبس كده